وحاجتنا المسا إليها قامت مديرية زراعة حما وهيئة تطوير الغاب احتفالا مركزيا لزراعة الأشجار في موقع مروج عناب الحراجي في منطقة الغاب بمحافظة حما بمشاركة عدد من الفعاليات الشعبية والرسمية في المنطقة المشاركة فعالة من كافة المجتمع المحلي الأهلي إضافة للشبيب واتحاد النساء ومدير زراعة الغاب ومدير زراعة حما وكافة الفعاليات المتواجهة في المنطقة لعادة إعمار هذه المنطقة حوالي 25 هكتار نقوم بزراعتها الآن بعشر تلاف شجرة معظمها من السبابريات السمري بالإضافة إلى السرو وبعض الأشجار بالإضافة إلى إقامة مستعمرة غار في هذه المنطقة في احتفالية عيد الشجرة الخامس والستين نحاول من خلال هذه الاحتفالية إيصار رسالي لكل مواطن في هذا البلد أن نقوم بإعادة هذه الغابات إلى حالتها الفضراء جائلا نعمل حملة تشجير لأن حافزة على السروة تركنيها إجدادة لأن هذه المنطقة تعرضت للحرائق كما قامت محافظة السويداء حملة تشجير بقرية سهوة بلاطة داخل القرية ومحيطها لزراعة كل المساحات الفارغة ردا على القطع الجائر لأحراج السويداء هذول الناس اللي عبي قطعوا الشجرة الناس العابتين نحن عم نزرع غارسي عمرها سنة اليوم لنحافظ عليها ونتفيى بظلالها ونحافظ على هذا الوطن بينما الآخرين اللي عمرها مئة سنة عبي قطعوها لا شك ولا في شك بأي مواطن شريف من يقطع هذه الشجرة هو نفسه الداعي في شيء اللي بيخرغب هذا الوطن نحن هاي شجرة اللي عم تنقطع سبب وجودنا وهي اللي تبتنا بالأرض والأرض اللي تعمدت بالدم حرام علينا نترك قد ما قطعته نحن ما نزرع واللي انت قطعته نحن ما نعوذوه كفه حرام كفه معاش تقطعوا شجرة كمواطنين وكمسؤولين كلنا سلطات وكل إنسان بيمتدي من نفسه وما حدا بده من يوصيه اللي حريص على هذا الوطن حريص على المواطن بده يدافع عنه بشتى الوسائل وهي البلد إلنا ورح نبنيها ورح نبقى معها ورح تكون إن الله راد إن شاء الله بيكون المستقبل لخير وبهي الهمم الموجودة اللي بيتبشر بالأمل بيتبشر بالعطاء أكيد رح تكون سوريا لخير إن شاء الله اللي عم يقطع شجرة عم يقطع بني أدم يعني ما في فرق نهائيا حملات واسعة بدأت وما زالت مستمرة في عدة مناطق ومحافظات سورية لإعادة تشجير ما تم قطعه والحفاظ على ثروات ومواطن الجمال في البلاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر